السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم أصدقائي اليوم إن شاء الله راح أعلمكم كيف تسجلوا على يوس جامعة كارابوك للعابد الدراسي 2019 مثل ما بتعرفوا إنه الجامعة فتحت امتحان اليوس الرابع الليلة إلا وبدها أجرع الامتحان ميك ليرا تركي مثل ما بتعرفوا هل حطركم أنا رابط التسجيل بصندوق الوصف ومعلومات كمان خاصة بمواضيع الدفع سواء كان من الإيبان أو مثلا بيحب يحول من البنك أو بيحب يحول من حسابه الخاص البنكي طبعا التسجيل كتير سهل على الجامعة ما بده أي شيء هلا إن شاء الله بس تابعوا معي خطوة بخطوة وإن شاء الله الأمور عندكم تصير نيحة قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تحطوا لايك على الفيديو وتشتركوا بالقناة وتشاركوا هذا الفيديو مع طلاب الباقين مشاء إن شاء الله تعمل إفادة على الجميع طبعا أول ما رح تفتحوا طلب التسجيل أول ما رح تفتحوا الرابط لأن رح تطلع لكم يعني بصندوق الوصف لح تطلع عندكم هاي الصفحة بتنزلوا لتحت بتحطوه له سيستيمة قاية أول يعني سجل عنا بالسيستم سجلني بالسيستم طبعا إذا كانوا أنتوا عنكم حساب قديم في الجامعة فما في داعي فتحطوا فورن أورنجي قريشي يعني دخول للطالب أول شي بطلب منكم معلومات شخصية اللي هي الإسم الكنية اسم الأب اسم الأم الجنسية كمان نوع الشخص سواء كان ذكر أو أنسى بعدين بياخد بده منكم صورة عنكم بعدين طبعا هون في زوم للصورة اللي بيحب كمان يزوم فيها أو كذا بعدين بيطلب تاريخ الولادة بعدين إذا في موجود كرت الأزرق هو كرت بيكون حامل له بعض الطلاب بعدين بده رقم جواز السفر بعدين بتحمله جواز السفر بعدين بيجي بيطلب منك معلومات التواصل أني هنا البريد الإلكتروني اللي هو الإي بوستا مع التليفون طبعا هون التليفون بس بدين نوح على أمر أنه لازم تختاروا من هون الموضوع التليفون يعني مثلا إذا كان نداء تركية أو نداء مثلا أي تليفون كان سواء كان بالنسبة لأهل السعودية أو الجزائر بعدين بتحطوا العنوان أنتوا بأي دولة بعدين بتحطوا اسم المدينة والعنوان النظامي حسب مانكم موجودين بعدين بيطلب منكم معلومات التعليم يعني اسم الثانوية بعدين الدولة اللي تخرجتوا منها والمدينة اللي تخرجتوا يعني اللي قدمت فيها السنوية وبعدين بيقول لك ليسى درومو يعني حالة ليسى سواء كنت أنت ميزون يعني متخرج أو ميزون دقيل يعني ماني متخرج لسه طبعا الميزون أول مضم بيختاروها طلاب الباكالوريا اللي حاليا لسى ما استلموا الشهادة الأشيكوريتم الأساسية بعدين بيقول لك النوع التسجيل اللي انت حابب تسجل عليه إما عن طريق انه انت طالب أجنبي بدك تسجل طبعا أغلب الناس هيك أو مثلا كواحد تركي وبعدين أخذ كمان الجنسية تركية هوا عفوا هو يعني ولدان بتركيا وبعدين دارس بره أو بعدين هو يعني كان أجنبي وقصير العجنسية التركية ها الناس اللي مانواً جنسية تركية طبعا يعني في كتير اكتر بس اكتر شي السوريين لازم يختاروا طبعا السوريين يعني السوريين ما مو عن جنسية تركية بيختاروا يابان جو ايروك لغان والناس اللي ما عن جنسية بيختاروا انه هن كانوا اجانب وبعدين حصلوا على الجنسية التركية بعدين بتحطوا انه تم بالقلار دوروا دونو تهطوا تدرم يعني كل المعلومات اللي ادخلتها صحيحة وبتحطوا قايدة طبعا هاي بالنسبة للسيستم اكايدوط يعني انت هلأ بتكون هيك سجلت بالسيستم لما بدك تسجل هيك شو رح يعمل رح يقولك انه انا بعتلك رسالة على الايميل رح حاول نروح ادخل الايميل تحطوا بعدين ايرينجي جريشي ايرينجي جريشي يعني ايرينجي جريشي دخول الطارب. هلأ انت هيك دخلت عفوا شوية وقت لحتى يدخل هو شوية السيستم عندهم معقد شوية فلا هيك بده ياخد وقت شوية هلأ مشي الحال ها فتح طيب هلأ تطلع لك هاي الصفحة بعد انت ما يكون بعد لك هو على الايميل اللي انت حطيته اثناء التسجيل كلمة سر فبتحط ايميل لك بعد انو كلمة السر وبتدخله طبعا اي شو اقيل لك هون فيه تسجيل عبي قولك انو اكتر شي اللي اكتر مراكز فيها في هاطاي وانقرة واسطنبول هدول الاماكن وبعدين عبي قولك هون انو فيه امتيحان فبتحط له باشفور يعني سجل بيطلب هلأ هون منك سنام مركزة يعني وين انت حابب انك تقدم الفحص فهو ما نعاطي غير غير موقع الجامعة عبي قول بعدين اسم لغة الكتاب عطيك تركي انجليزي عربي انت بتختار اللغة البتناسبك طبعا سواء ان كانت لغة عربي او تركي او كذا بعدين دي كونت نو هو رقم الوصل الدفع لهيك انا عم اقولكم انو مشان تدفعو بعدين دي كونت تاريخي تاريخ الدفع ودي كونت دوسيا اللي هو الوصل الدفع طبعا انتو بامكانكم تدفعو مثل انا ما حكيت في بداية الفيديو اما عن طريق الحساب البنكي الخاص فيكن او انكن تروحوا على البنك تحولوا على الايبان اللي ان رح اتركو بصندوق الوصف ان شاء الله بعدين بتحطو له باشفور وهيك بكون ان شاء الله سجلتو على امتيحان اليوز تبع جامعة كاربوك لا تنسو تشتركو بالقناة وتحطو لي لايك على الفيديو ان شاء الله مشان نستمر بتنزيل فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته